مبارح مبارح روحت بعدت محامي مكتب النابي العام ايضا عشان استاذ في الازهر موجود دلوقتي في الازهر مقال في كتاب عنوين جامده اوي دفع الشبوات عن السنة والرسول تبصت لايه بيدفع عن السنة والرسول ازاي؟ بيقول ان ارضاع المرأة للرجل الكبير البالغ اللي زا حالاتي سنة لا يجحدها منصف لو تشوفي اللي هو كده هذا الرجل طبعا بما ان الدنيا بقى فيها محاكمات هنحاكم كل واحد يخرف باسم الدين ومتصور ان هو متخصص يعني لما يقول التصور يقول على الارضاع الكبير ايه؟ يقول حضرتك الآتي في صفحة سبعة وتسعين قال ان الحديث صحيح بل في اعلى درجات الصحة ولا ينكره منصف بل ان هذا الحديث في عين الباحثين وسام شرف على صدر مدرسة الاسلام ان انا ارضع من واحدة عندها 25 سنة لسا والدة انا عندي 71 سنة ارضع من واحدة عندها 25 سنة لسا والدة عشان يبقى فيه في صدراء لبن وصورة علمية رائعة في عالم السنة النبوية الراجل ده اهل دماغه مزوطة انا بطالب بمحاكمته وعاز له من وظيفته ومصدرة الكتاب واي واحد حيخرف واللي يقول لي اللي يجي من الصفر يروح الجامع ويبعت لاهله يقول له منه جه عشان لو معها رجل تصربه ولا اللي يقول لي انه سيدنا الرسول طلع ايده هو في القبر هو ميت للامام الرفاعي عشان يسلم عليه الرفاعي ولا اللي يقول لي انه قوة النبي 3000 رجل في الجماع ولا اللي يقول لي انه فيه جواز اكل لحم العفاريت كل دول ازهرة كل دول مش مكتهدين علشان السيد وزير الاواف مبسوط خالص بانه هو خلى المتخصصين يخطبوا طب يا سيد يا دي المتخصصين بيخطبوا فينا في التلفزيون بيخطبوا فينا طب ما تمنع الكتب دي ناعة الطبعة يا وزير الاواف يعني تجديد الخطاب الديني محن حاجة كتير قوي طبعا شارك جناني نعم يعني الحقيقة برضو يعني احقق الحق وانصاف الحق اللي تكلم في ارضاع الكبير وكان افتى به وعمل به كتاب سعادة المستشار يعلم جيدا ان الازهر حقق معه وفصله من عمله لانه تكلم في موضوع ورجعتين في موضوع ارضاع الكبير لكن الازهر اخذ منه موقفا وقال ان هذا الكلام ما يكون وما يجوز اي ان الازهر اعترض على هذا ده اللي بعده اي نعم ده اللي بعده بقى ما هو يعني يعني اللي بعده مصمم اللي بعده ايوه اللي عمل الكلام ده هو دكتور اسمه عزة محمد عطية نعم رحت له البيت ومراتي هناء قالت لي اما تروح له قل له عايز اردع من مراتك لا اله لا الله اه هو طبعا انا الكسافت اقدمه لنا على فكرة فراولة اه الكسافت اقول له والراجل قلت له طب اسأل مجمع البحوث الاسلام قال لي مجمع البحوث الاسلامية هو اللي اسألني طب الصحفية اللي نشرت الكلام ده مستعدة تقول ان هل غلطانة قال لي لا وصمم طبعا الازهر حسبه لما الازهر حسبه جي الاخ ده ومسك بعد منه رئيس قسم الحديث في كلية اصول الدين ورحمة قال لي في الكتاب ده وعلى فكرة ده مضبوح انا عايز بس اوضح فيه فرق بين الازهر كمؤسسة اه طبعا اه بالضبط ورجال ازهر طبعا كل يؤخذ من قوله ويرد الا صاحب هذا المقام صلى الله عليه وسلم اما مؤسسة الازهر احنا نتكلم عما يصدر عن مؤسسة الازهر لا بس تهزب رجالها ايوة نعم طب هو الم يحققه معه تهزب رجالها طي الم يحققه معه الم يفصلوه عن عمل ده الم يعني يجيبها عديده ده يجيبها عديده ده وعمل الكتاب ده وبيقول انه وسام وسام شرف هذا كلامه هذا كلامه ده هذا كلامه هو ليس كلام خارج عن مؤسسة الأزهر فيه 42 ألف طالب يا دكتور فيه 42 ألف طالب أزهري كل سنة بيدرس لهم هذا الخبل هيسمع من يا سعاد المسشار هل سيسمع من مؤسسة الأزهر هذه المؤسسة العريقة أم سيسمع من هذا الرجل لا أكيد لا لا ما ندرسه لا ما ندرسه أيوة بيدرس لسه أستاذ لحد دقتي والكتاب ده الطبع أكثر من مرة يعني طبع أولى طبع تانية طبع تالتة شغال الجريمة مستمرة المشكلة بأنه ما زال يدرس الأزهر طب هل الأزهر مغمع ليه لا أنا لا أعلم أنه رجع للأزهر أنا أعرف أنه كان مفسور لا أعرف أنه رجع للأزهر لا يسير أنا لا أعلم أنه رجع للأزهر أولا عزة تعطية عزة تعطية رجع الأزهر تاني نعم لا رجع إداري ولا رجع رجع أستاذ لا أستاذ في الجامعة أيوة وعبد المهد عبدالقادر حاليا كان رئيس قس ولما كمل السن القانوني هل يستطيع أن يقول هذا الكلام على الطلاب مستحيل أنا أتحدى أنه هو يقول لهذا الكلام لأنه حيلاقي من الطلاب الأزهر لأنه أصبح فيه وعي وفيه ثقافة ما هو الطلاب الآن الطلاب الآن عندهم وعي وثقافة الثقافة أصبحت الآن وبعدين هذه المواضيع يعني انتشرت حتى على الفضائيات فدخلت في كل بيت فلو تكلم بكلمة واحدة من هذا الكلام أصغر طالب حيوقف وقول له لا هذا الكلام لا نقبله وهذا الكلام اعترض عليه الأزهر ومؤسسة الأزهر وحققه معك بسبب هذا الكلام وفصلت بسبب هذا الكلام والأزهر يعني من جمال وسطية الأزهر أنه لما بلاقي هذه الأمور مثل هذه الأمور أصبحنا للأسف الشديد الناس اللي يفرقون بين مؤسسة الأزهر كمؤسسة وبين الرجال أنا حسن ممكن أقول كلمة لا تتفق مع مؤسسة الأزهر أو لا تتفق مع الدين السمح الصحية هل الأزهر يبقى مخطئ؟ لا أنا الخطأ أنا الخطأ ده حتى الأئمة الأعلام اللي تكلم عنه مسحة المستشار كان بقول كله يأخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا المقام وكان بقولوا إذا رأيتم قولي يخالف قول الله وقول رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحائط يعني قالوا مش إحنا مش نشرع إحنا ما بنعطيش تشريع لكن إحنا بننقل إحنا بنبحث إحنا بنطلع بنجتهد وبعدين لو لقيت قولي يخالف قول الله فقول الله هو الصحيح وقول الرسول هو الصحيح أما قولي أنا فأنا بشر وكل يأخذ من قوله ويرد فلا يمكن أبدا أن نلقي بالتبعات على الأزهر كمؤسسة لكن واحد من الأزهر كل الدنيا فيها حتلاقي فيها ما فيش حد في الدنيا ما فيهاش حتى الأقوال فيها أيها بس الأزهر لازم يأخذ